وعندنا بعض شيء ثاني اللي هو مطلوب مننا أو مهم أو مفيد إنه شنو إذا عندنا إفات بهالطريقة خلا نشوف إنه أبيا تشيك هل الرقم صفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة شلون بيكون الكتابة بتكون بهالطريقة خلا نقول لي خمسة عشان ما نطول الهاي صفر واحد ازين بعدين نخلي اف ثانية تمام بعدين اف صار ث هيني تو وهيني ثري الى خمسة بس كلهم دلين يشعون صح خلا نحص دلين نشيل الهاي عشان يقوم بس نحص 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 دلين نشيل الهاي عشان يكونوا السطر واحدة انتو تعارفون انها مداخل بعض صايرا ويا بعض تمام فشنو دلين يشعون بعض صح فشوية العملية مزعجة وغير تذي لازم شنو اخلي 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 الس اف الس اف عشان شنو يشيكهم كلهم فالعملية واحد مزعجة هل في طريقة اسهل من شدي عندي طريقة اسهل وايد اللي هي شنو نستخدم سويتش من مكان كل هالكتائب اذا بنختصر ونكتب شنو بنكتب السويتش ونحط شنو نمبر ونفتح قوس وشنو كل الرقم ابي عرفه بمثلك كيس كيس يعني قضية تمام؟ فاقول لك كيس كيس واخلي هني واحد شنو مثلا ابغي منا يساوي اقول لك مثلا اطبع لي واحد تمام؟ خلنا نسعي كوبي حقها لاننا بنغير الكيسات ثلاثة ثلاثة واربعة خمسة لاحظتوا انه واحد فرق من مكان اف و اف الس وهاي بس مجرد كتبنا كيس والشي اللي نبغي ازا وصار بالضبط اللي نبغي ازا خلنا الحين نشغل البرنامج ولكن قبل ما نشغل خلنا نحط بعد نتعرف على شي ثاني اسمه ديفولت ديفولت يعني شنو؟ يعني ما عدا ذلك ازا ازا تمام؟ خلنا نشغل البرنامج ونشوف إذا مثلا خلينا رقم واحد خلينا نشوف مفترض يطبع لي بس واحد لكن خلينا نشوف شنو بيصير طبع لي كل شيء اللي موجود في السويتش ليه شنو السبب السبب أنه لازم أكطع الشغل يعني أول ما يخلص من كيس وان خلاص يطلع من السويتش شلون يطلع من السويتش لازم أكتب له condition اللي هو breaks إذا ما كتبت له breaks بيروح أقل الثاني والثالث وكلهم فهني ما استفت فشنو فكلهم بخلي لهم breaks والحين بنشيك قلنا واحد بس طبع لي واحد وانتهى تمام قلت له اثنين طبع لي بس اثنين والشديد طبعت مثلا حطت رقم غلط ستة إذا طلع لي default فهي بيكون أسهل علي من أن أكتب equal equal والشي بيكون هاي واحد أسهل وممكن ما خلي ننبر هنا ممكن نخلي chart boolean strength كذا أشياء أقدر أخلي بيكون واحد أسهل لي في التعامل تمام اشتركوا في القناة